هنروح لسلاح الشيش برضو استكمالا للنتاج الكويسة ولا نستقدر أبني عليها رجال سلاح الشيش يحل ثامنا بأولومبياد توكيو منتخبنا الوطن سلاح الشيش حق المركز الثامن والأخير في منافسات الفرق بأولومبياد توكيو واللي بتتلاعب دلوقتي على فكرة عشان الفريق ده يطلع كان معجزا منتخبنا كان خسر في دور التمانية وقدام منتخب فرنسا بنتيجة 45-34 مش بعيد وبعدين خسرنا من إيطاليا وفي الخامس والسادس وبعد كده خسرنا من لونكونج 25-41 المنتخب ده فيه أربع لعيبة فيه الأسطورة بتاعتنا على أبو القاسم ومحمد ماهر حمزة ومحمد حسن ويوسف سناء الأربعة دول لو قدرنا نبنى عليهم السنتين ثلاثة الجايين وارد جدا نشوف مدالية فإحنا لازم ناخد النهار ده توكيو دي بداية مش نهاية توكيو دي لازم تبقى بالنسبة لنا كمخططين وكناس مسؤولين في الإدارة إن اللي ضرر رضيها إن دي تبقى البداية نشوف إيه اللي انتهينا عنده ونتدي نبني حتى اللي ما كانش يعني هداية ملاك خدت مدالية في الأولوبياد ريو جينيرو يعني معنى كده إن كان عندها يعني أصدى أقول إن مش نهاية العالم لازم نبتدي نقطط ونشتغل ثلاث سنين بس على النوبات الجاية